اشتركوا في القناة تطوير القطاع السياحي بمملكة البحرين باعتباره واحدا من أكثر القطاعات الاقتصادية الداعمة للدخل المحلي وناقشتها اللجنة عددا من الموضوعات الهامة منها توجيهات الحكومة الموقرة بشأن ضرورة دعم مكاتب السفر والسياحة إلى جانب ضرورة إعداد دراسة حول إنشاء معاهد للتدريب على الطيافة كما أشرت اللجنة عن عزمها بتنظيم لقاء تنسيقي مع عدد من الجهات الرسمية في البلاد والمسؤولين لمعالجة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه ممثل القطاع السياحي بالمملكة أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقده 1.38 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 818.173 سهما بقيمة إجمالية قدرها 239.835 دينار بحرينيان تم تنفيذها من خلال 34 صفقة وقد تركش نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبة 42% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر